أهلا بكم في سقطرة الجزيرة التي كشفت الخلل الكبير في علاقة الشرعية اليمنية بالتحالف العربي والأطماع الإماراتية مع بداية التدخل العسكري للتحالف العربي في اليمن شرعت دولة الإمارات في نشاطها بجزيرة سقطرة وذلك عبر بوابة المساعدة الخيرية والأعمال التنموية وتحديدا عقب عصاريت شابالا وميج تبعها زيارات مستمرة لوفود من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد وسط تقاليد تحدثت عن زيارات لمسؤولين إماراتيين إلى الجزيرة في مارس 2016 وقع رئيس الحكومة السابق خالد بحاح اتفاقية مع الإمارات لإعادة إعمار وتنمية سقطرة عقب ذلك شهدت الجزيرة خطوات إماراتية بعيدة عن الأضواء منها تدشين رحلات شبه يومية بين سقطرة وأبوظبي واعتماد شبكة اتصالات خاصة بدولة الإمارات بالإضافة إلى تجنيس مئات السكان ومنح تسهيلات السفر إلى الإمارات وتجنيد المئات من شباب جزيرة سقطرة في وقت سابق كشفت وثائق بيع أراضي في الجزيرة أشهرها أرض في منطقة دكسم لمندوب مؤسسة خليفة بن زايد وكذلك إنشاء مصنع للأسماك دون تنسيق مع الحكومة مواقع غربية كشفت عن شروع أبوظب في بناء قاعدة عسكرية لها بجزيرة سقطرة في مطلع مايو الجاري وصلت فجأة قوة عسكرية إماراتية إلى الجزيرة وسيطرت على المرافق السيادية فيها كالمطار والميناء جاء ذلك بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء وعددا من أعضاء حكومته إلى الجزيرة حينها اعتبرت الحكومة هذا التواجد العسكري الإماراتي عملا عسكريا غير مبرر وتجاوزا لسلطاتها فيما اعتبرها الشارع اليمني احتلالا للجزيرة وخرجت التظاهرات والبيانات المنددة وتصاعد الغضب الشعبي المراهض حتى القوى السياسية المساندة للشرعية اعتبرت الخطوة انتهاكا لسيادة الوطنية لليمن مباشرة أرسلت تحالف لجنة سعودية لاحتواء الأزمة لكن هذه اللجنة أخفقت وغادرت الجزيرة بعدها بأربعة أيام حررت الحكومة رسالة إلى مجلس الأمن أبلغته بأن التواجد الإماراتي عمل عسكري غير مبرر وقالت أيضا إن الخلاف يتمحور حول مفهوم السيادة وغياب التنسيق لندن وواشنطن أكدت ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي اليمنية في حين أعربت أنقرة عن قلقها بعد إنزال جنود الإماراتيين على سقطرة أسبوعان على بدء الأزمة وبعدها أرسلت السعودية لجنة جديدة تضم مسؤولين يمنيين اجتمعت اللجنة مع الحكومة واتفق على سحب القوات الإماراتية من المطار والميناء وعودت القوات اليمنية إلى عملها والبدء بتنمية وإغاثة شاملة للجزيرة عقب ذلك خرج بن دغر معلنا انتهاء الأزمة وقال إن العلم اليمني يرفرف من جديد فوق الجزيرة طبعا هذا الإعلان سبقه وصول قوات سعودية بديلة إلى جزيرة سقطرة قال التحالف إنها جاءت بالتنسيق مع الجانب اليمني وهدفها تدريب ومساندة القوات اليمنية بعد ساعات قليلة وصل السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر لتدشين ما أسماه الجسر الإغاثي والتنموي مصادر الإعلامية أكدت مؤخرا خروج دفعات كبيرة من القوات الإماراتية من الجزيرة ولكن بعد أن حلت محلها قوات سعودية لتبقى السقطرة ساحة أخرى لاختبار مصدقية التحالف مع الشرعية اليمنية